موضوع كان الكهرباء ويعني عايز اقول لحضرتك يعني مفيش حكومة النهاردة هتبقى سعيدة انها بتضطر انها تقطع الكهرباء او تدايق المواطن يعني مفيش في اي حكومة يعني هتبقى عايزة تعمل حجزة كدامتها ولكن كان غزبا عننا لان احنا النهاردة عندنا يعني ظروف كانت شديدة صعوبة عندنا احتياجات الدولة نمت وتوسعت بصورة كبيرة جدا مش واحنا الحمد لله كنا من البداية وتوجهات سيادة رئيس اعملوا البنية الاساسية لثم ما تبقاش عندنا الازمة وده اللي كان حاصل الحمد لله بقى عندنا المحطات شبكات النقل شبكات التوزيع كل حاجة بقت موجودة والاكتر من والعشر سنين قدام انما مشكلة ان انا عشان اولد هزيه الطاقة محتاج وقود وقود بتكلفة مالية بنستورد جزء كبير جدا منه من الخارج فالنهاردة كان كل شغلنا الشاغل ازاي نؤمن هذا الموضوع فبالتالي احنا كدولة ولازم نقولها اول ما بدأت الحرب الروسية الاوكرانية وذكر حضرتك خدنا قرار استراتيجي ان انا مش هزود اسعار لكهربا ولا منتجات بترولية وعدنا ما يقرب من سنة ونص تقريبا ما زودناش اسعار في الوقت اللي كانت الاسعار عمالة عالميا بتتصاعب الكلام ده قدى على ضغط رهيب على موارد الدولة بقيت كل موارد دي بروح اجيب بيها يعني موارد بترولية اجيب بيها امح اجيب بيها حاجات كثيرة جدا جزء منه مدعوب وجزء اكبر مدعوب جزء اكبر مدعوب يعني ده كله قدى الي ايه ان اطريت وده كان قرار استراتيجي في ظل ظروف شديدة الاستثنائية ان اخد الكنام ده على حساب الدين يعني ان انا اطريت ان انا ازود الدين والطريت ان احنا نستلف اكتر عشان نحملش المواطن في هذه الفترة كل هذه الاعباب في دول كثيرة جدا خدت القرار من اول يوم كل زيادات تحمل على المواطنين احنا كان هدفنا لان كناش برضو عارفين الازمة هتستمر باية امتى لان ممكن يكون لسان حال الناس يقولوا طب يعني طب ما استمرتوش على هذا الموضوع ليه لان كنا كل فترة بنقول مهجاز الازمة تستمر شهر اثنين تلاتة نتحملهم احنا كحبو معنا المواطنين ثم زادت ازمة الاقليم من عشر فانه كان كل شوية الامور تزيد فيمكن عشان كده كان لازم ان احنا بقى بنضع خطة متكاملة للموضوع هدفنا كله الفترة الجاية حك اسيطر على التضخم اقلل التضخم بقدر الامكان ابقى ضامن ان السلع والمونتاجات منتشرة في السوق وفي تنافس ما بين المنتجين ده الواحده هيضبط الاسعار ان شاء الله هل في سقف زمن ينقدر نقول الباطل ممكن يستشعر بهذه المستهدفات لدولة التفاضات بذكرها؟ انا قلت لحضرتك دلوقتي حاليا اتخدخهم بينزل والاسعار اعتقد من اول ما بدأنا عملية الانفراجة الحمد لله نقدر نقول انها في سبات وفي حاجات نزلت وفي حاجات نزلت وانا بتابع بنفسي موضوع النزول